اشتركوا في القناة ثم بدول مجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بتفاصيل استمرار عمل لجنة البارلمانية الخليجية الأوروبية وسبل تعزيز دور وجهود اللجنة كما بحث نتائج اجتماع عضوات المجلس التشريعية الخليجية مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البارلمان الأوروبي تدارست اللجنة المواضيع المشتركة المقترحة من المجالس التشريعية الخليجية لاختيار أحدها كموضوع خليجي مشترك للعام 2024 كما نقش الاجتماع التنسيقي موضوع التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى مقترح عقد اجتماعات تنسيقية بين المجالس التشريعية الخليجية على هامش الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية لتوحيد المواقف والرؤى أهم هداف هذه اللجنة والتنسيق بين البرلمانات المختلفة في دول مجلس التعاون وفي نفس الوقت نروح برؤى موحدة إلى البرلمانات الدولية والاجتماعات الغيمية لتوحيد مواقفنا على في كل المجالات إن كانت سياسية أو برلمانية تشريعية أو في نفس الوقت ترشيح للمناصب لدول مجلس التعاون حتى لا يصير هناك تضارب بينهم فهو أهم شيء في نفس الوقت أن في الاجتماع الذي سوف يعقد بعد غد رؤساء المجالس التشريعية في دول الخليج العربية سوف يكون على تصديق على جدول الأعمال الذي قررته هذه اللجنة اليوم وسوف يرفع إليهم للتصديق عليه ومناغشته تفصيلا في نفس الوقت ولي رفعه للأمانة العامة لمجلس التعاون طبعا تم التوافق اليوم على أهمية اقتراح أن يكون هناك في اجتماعات تنسقي على هامش الاجتماعات الدولية في المحافظة الدولية وأيضا تم الاتفاق على أهم المواضيع المشتركة في دول مجلس التعاون وهي ثلاث موضوعات هي الهوية الخليجية وأيضا الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وأيضا تم الاطلاع على توصيات لرفعوها اجتماع العضوات مع رئيسة وفد الأوروبي في شفل الجزيرة العربية وأيضا أعداد جدول الأعمال لأصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجلس الخليجي إن شاء الله يوم الثلاثة القادمة اشتركوا في القناة